تعجبني مصاحبة الناس البسيطة الذين لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى أخلاقهم ولا يهمهم في هذه الدنيا سوى الابتسامة والتواضع محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم اللهم رحم والدي ورحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة كيف ما كنتوا في أخوتتي اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى هذا الفيديو تنلي إعجابي لكم وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا هذه القناة فما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد وما تنسونيش أختي من هذه البصيمة ما تنسونيش من البرتاج ما أحببكم والأصدقاء ديلكم اليوم فيديو جديد وإن شاء الله يكون مفيد سنبدأ لكم بهذا المكون هذا المعجزة المكون طبيعي ومعجزة للشقيقة أو للألم دي للرأس اللي ما جربتي عانيت ما شقيقة بزف بزف ما خليت طبيب ما خليت طبيبة ما خليت فين جريت على هذه الشقيقة هذه ولكن هذا المكون هذا هو لي كان السبب باش أنه خفف علي بزف ديال الألم بالنسبة لتجربة ديالي مع الشقيقة فالشقيقة جاتني يعني مش يزعم حتى الزواج ووالات وكيف ما كيقولوا الناس بزف ديال النساء كيقولوا بأن النساء حتى كيوالدوا كيوالي عندهم هاد مشكل ديال الشقيقة وموهم الشقيقة ودران ديال الرأس فأنا هاد المشكل هدا كان عندي يعني في السين ديال المراهقة والتي كاتجيني شقيقة بزف وغالبا الخطأ اللي كنت ندير أنا هو فاش كنت ندوش أو لنغسل شعري كنت ما تنديرش هكا شي زويف ديال حياتي ما كنش شف شعري يمكن ذاك الشي وغالي ذاك الراس تنفخ بالبرد واللي تقول لجا الصيف كان عاني من الشقيقة ويلجا البرد كان عاني عاود من الشقيقة يعني جا البرد أنا في تمارا وجا الصهد أنا في تمارا هاد شي اللي كان المهم لبناء وحد النهار مشيت عند وحد طبيبة طبيب عام وصافي قد ليها هاد المشكل هاد اللي عندي ديال الشقيقة وديال الرأس يأتي من الألم الذي لا تصغيره ألم صعبة كثيرا أعطيتني شيء تقاطر لا أقول لكم في حل حنطة لم تستطيع شربهم نهائيا شربتهم مرة واحدة قالت اللهم هذا الألم للرأس والذي تقاطر الذي أعطيتني المهم أنت لأجرب هذا التقاطر وإذا لم يفادوك سوف يأتي سوف يقوم بالسكان سوف يقوم بالضبط في هذه المدى بالضبط لم يكن أعطيت هذا الوصف لا أعطيتني هذا الوصف سماعتها عند شيء حد لم يكن أعطيتها بالضبط لكن غالبا غالبا قالت لك بهذا السلاوي الذي يكون كارم نحن نخضره بهذا غالبا يكون في الصيف إذا كنتم قد عرفوا أن تكرموا هذا السلاوي ففي الصفرة يكون بأرخص ثمان تشيروا هذه السلاوية وتكرموها لا أعطيتني أن تكرمه فضل أنا حاولت أن تكرمه ولكن لم أعرفت كيف يخسر لي يعني لم أعرفت أن تكرمه لم أعرفت الطريقة كيف سوف تكرمه المهم أن يتبع عند العطار يجو درامتي يعطيك هكذا شيء قيفة و لا يجو شيء قيفات المهمة البنات تشريت هذه السلاوي غير من عند العطار الطريقة التي أجعلها أنا كان نجيبها كطريف سلاوي و لم أجعلها مجمرة لا أولا و نشعل فيها نجيب البريكا و نشعل فيها و أجعلها في حل الشكل الفرنان يعني مصوف و تشعل فيها العافية كان نشعل فيها شيء قليلا في البريكا و كان يجعله يتحرك و يتحرك و يتحرك من دخان كان هذا الدخان كان نتعرض له أنا يهكبني فيه و عيني محلولين يعني حتى يولي و عيني كيد معه فمباشرة ذلك الساعة الألم توقف فهي الصراحة هذا السلاوي فهو معجزة يعني ما شيف حل بارسيتامور و تشربها و يتنعسي و يتحرك و يتقضي فيك فهذا السلاوي يقضي فيك في البلاسة في الدقيقة قالت تخلصي من الشقيقة في دقيقة و هي هذه السلاوية جاءت هذه الكلمة مواتية يا المهمة صراحة نفعني بزاف هذا السلاوي و لا يخطني لك يعني لك تعرفوا تكرموه أو المهم تيبسوها غالبا 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 لا يعرفت مهمة البنات المهمة التي تعرفت طريقة كيف يتبس و تجعلها ليفتع لك نستفيد كاملين فهذا السلاوي نقص في الصيف يعني يبسوها راسنا و يبقى عندنا نديروه لوليداتنا نديروه نديروه يبني جيناد الألم للراس و بالنسبة للبنات نشرب ألف و لم تقضي أي شيء يعني واحد من النهار نشدني الآلم كثيرا و قلت نشرب البراصيتامول فهو نافع و نافع كثيرا و حاجة أخرى التي جربتها من تجربة تجربة بالنسبة ل هذه السلاوية فأنا لم أكن أعني شيئا يعني لدي مرض مزمين لدي شيئا لن تبخر بهذه السلاوية لا أعرف كيف يدير حساسية لا يمسك سواء على رأسكم بالنسبة لي أنا لدي حساسية للنيف و الصدر و كيف يدير هذا السلاوية لا يحتاج شيئا عندي النقص في الشوف لا يحتاج شيئا المهم بالنسبة للألم للراسة أو للشقيقة راكم عارف ما هي الشقيقة فالشقيقة الألم لا يطاق يعني يبقى يدرك هنا نص الراسة و تحسي براسك و يبقى يدخليها البرد هذا الشيء يجب أن نقول لكم البنات و حاجة أخرى التي جربتها منين بديت صيام المتقطع فالصراحة حسيت براسي حتحيت السكار حسيت براسي انقص علي الألم بزاف 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 ما عرفتش أنا وشهد السكار عنده علاقة بالألم أحسيت من المتحدة من المتحدة فالصراحة من المتحدة لم يكن أكون حلوة في السكار تصور رأسي ما درني لا أحسيت بشيء لأنه تخلص من الألم ولكن من المتحدة نشرب السكار كان أحسيت قليلا في شوية السكار فراسي أو تاني تنحس به مره مره تنحس به سيدرني هذا الشي اللي بقيت نقول لكم البنات بالنسبة لهد بالنسبة لهد هد المعجزة الربانية ديال السلاوي جربوا هاي البنات وضربوا حتى أنكم تحيدوا السكار من يعني من الحياة ديالكم فهو معدوتها شي فائدة وارضوا علي الخبار نتمنى نكون فتكم وغادي ندوز إن شاء الله هنا نكملوا لفيديو ديالنا غادي نجرب معاكم الطراب اللي شريت من علي إكس بريس وغادي نجرب معاكم المول ديال السيليكون اللي شريت وتهوى من علي إكس بريس يعني مدام شاركت معاكم المشترايات غا نشرك معاكم مو الصالحين ولا ماشي صالحين باش يلعجبوكم واش تقدروا تزعموا عليهم تنتوم وتشريوهم ولا توقفوا هاد شي اللي كينا البنات تخليكم معايا ما تمشيوا فين وإلا كنتو وصلتوا إلى هنا ما تنسوش تخليوا لي يا ذيك اللايك أو لذيك اللبصيمة اللي يحفظكم لي بسم الله على بركة الله كيفما كتشفوا البنات هنا عجنت العجينة ديال الملاوي اللي درت فيها الفورس والفينو الفورس كيكون جوز ديال المرات الكيمية ديال الفينو درت فيهم شوية ديال الخميرة شوية ديال السكور شوية ديال الملح عجنتهم مزيان وخليتهم تم يتلقو وغادي ندوزو غادي ندوزو الكيك ديالنا كيفما كتشوفو دلت قبسة ديال الملح جوز بيضات وكاس مع عمرش ديال السكور وهذا هو الطراب ديال ديال علي إكس بريس كيفما كتشوفو الطراب اليدوي اللي كي تشارجها المهم كي يخدم ديال هنا غيب باليد زي ما ما فيه لحجر لوالو لضو لتشي حاجة والصراحة كيب اللي يارها وخاص غور مطاور المهم را قضى الغاراد بالنسبة لجوز ديال البيضات بيضة وحدة را غادي يقضى الغاراد بالنسبة لبزاف ديال البيض باقي ما جربتوش هنا كيفما كتشوفو مني تطربتك البيض ما سكار وشو ديالملحة غادينا نضيف نصف كاس ديال الزيت وغادينا نعود نطرب غادي تشوفو معايا المول ديال السيليكون واش صالح اننا نطيبو فيه ولا ما نطيبوش فيه صافي وغادينا نشارك معاكم ملاوي لكي يجوزين بزاف مورقين بالفرماج و الزبدة هنا هي زيت واحد الياورت ديال البانان تقدروا تديروا النكهة اللي بغيتو وتقدروا تعاوضو هاد الياورت يستطيعبد reliability الأن الليمون اللماء دافي حليب الربن وغادي نشعل غارض مراف Time ليشبح نضرب لكاكاو سوف نضيفها بالكاكاو ونضيفها بالكاكاو ونضيفها بالكاكاو ونضيفها بالكاكاو المهم بالنسبة للطراب البنات من جربتي كأول مرة هو مزيان إذا أقفتها مزيان أما أخدم مرة ونقف فهو مزيان ولكن سوف نغير الصراحة سوف نخدم بيضات هذه الجويجات والله أخدم الصراحة مزيان مزيان هنا لبنات قمت بكاكاو ونضيفها بالكاكاو سوف نضيفها بالكاكاو سوف نضيفها بالكاكاو سوف نضيفها بالكاكاو سوف ننشوفها بالكاكاو ونظيفها بالكاكاو لكن أنا أخبركم دائما الكاكاك لا تضيف على المعالق ولا على العبار تضيف على القوام الكاكاو لأنها دقيقة وكيف يكون هنا لبنات قمت بخمسة من المعالق المعالقة لم أغلقات بكاكاو وتقريبا سوف نضيف 12 معالقة دقيقة ولكن دائما نقول لكم نضيف على القوام القوام يكون شغيل لأنه تشغيل لأنه يطح لي العجين وانه يطح لي أنه يبط بثلاسة ولكن يكون يمكنك ذلك تكتبه بها تبقى هذه الكتابة واحد شوية عدك التمس صافية البنات وكن نضيف هنا الخميرة بغيت ندير هنا غي خميرة ونص ولكن تزرفت ودرت تكسر من الخميرة ونص بقى لي غي شوية حيث ذاك النص دي الخميرة بغيت نخليه نورق به لك الملاوي ديالي ولكن را ما بقاش النص ما يبقى قل من النص يعني بالنسبة لك كدرت را عليني اني تجوج اكياس ديال الخميرة غير نقصين واحد شوية صافي هذا هو القوام البنات تراني كنوريكم القوام كيفاش داير تديو على القوام ما تديوش على العبار بالنسبة لدقيق وغادينا نضيف واحد المعلقة ديال الخل كيف ما كتشوفوا صافي وكنكونوا تحصلنا على الخلاط ديال الكيك ديالنا غادي نجيبوا المول السيليكون اللي شفتوا معايا في الفيديو اللي نزلت لكم نهار الجمعة هنا اياه غادينا ندهنه شوية بشوية الزيت غادي نديره فوسط من هاد المول يعني ما غادي نحطه في الفران منوني شانل ديكشش بيكه غادي نديره هاد المول سيليكون سيليكون يتعود إلى زيته سوف يدهنت بعض الزيت لكيك الداخل سوف نفرغ الكيك على هذا الشكل ندخل الفران بالنسبة للفران نشعله على 160 دراجة نستخدم الزيته سوف نرى أول مرة نطيف المول السيليكون و كنت اجريت واحدة و طيبت فيه تحرق لي شيئا و كما ترى فرمجة ثلاثة و نستعمل الزبدة لليا تقدروا الزبدة والمارغارين و ترى مارغارين نستعمل الزبدة تكفينا 5 ديال المسمنات أو مليويات و نضيفت بعض الزيت لكي تطلق ليها مع هذه الفرامجة لدينا 5 ديال ملاوي ف فرامجة واحدة إذا لديكم عدد كثيرا نضيف الفرمجة أو لديكم الفرمجة باين و تستعملوا لدينا 5 ديال المليويات و سوف نضيف الخميرة الحلوة و نضيفها للفينو هنا كنت خاصة نضيف نصف باكية الخميرة الحلوية لدينا 5 ديال المليويات و لكن يمشت و 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 يمشت كثيرا من القياس في البنات هنا بالنسبة للعجين فهو يكون طلاق و رافي الخميرة و ضغياء و ضغياء و يتعطينا الطوع و نشكر منه خمسة ديال الكويرات كيف ما كتشوفوه هادورا مسيمنات اولا مليويات كبارين ماشي صغورين يعني المهم بالنسبة الكيمية عينكم ميزانكم غير هو انا كان دير كيمية ديال الفورس جوز ديال المرات كيمية ديال الفينو يعني لادرت زلافة ديال الفينو كان دير جوز ديال الفورس ها صافياد هو هادي الطريقة اللي كان دير انا بنسبة لطقيق بنسبة للملاوي ولا المسمن ولا اي حاجة هكاية فيها يعني بالنسبة لهذا صافي اللي بنت تنستاعن بالزيت ونورقوا هاد الخبيزة ديالنا كيكون ورقاقين كيف ما كتشوفوه فهما فشكت 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 شكلهم كويرات وكتدير عليهم واحد بلاستيك تدخليهم يرتاحوا واحد شوية وحيث هاد العجين فيها فيها الخميرة فهي ضغية ضغية ما تتعطلش صافي هنا يا بالنسبة لهذا قريصة هاده منين ورقتها درت لها الزبدة والفرماج من الداخل وطويتها هكا من الجنيبات ودرت لها عود الزبدة والفرماج وعود طويتها على بعضياتها صافي هنا تحت واحد البلاستيكة باش مدنناش القشرة وباش تعاوننا انها تطلق باش من دون طيبو تكون العجينة دينا ارتاحت وتسهال علينا ماشي احنا كنتلقوه هي كترجح صافي كان عاود انه يعني انه نورق هاد القريصة هاده بنفس الشكل وغادينا ندهنها بالزبدة وذك الفرماجة اللي درت مع الزبدة كيف ما كتشوفوه وانما كان كترش بزاف غير شوية والصراحة هاد الملاويك يجيو الزوين بزاف جربوهما البنات فهما الزوين بزاف والطريقة رها باينة في الصورة كانت نتنيوها كايا العجينة دينا الوسط من هاد الجيه ومن هاد الجيه وانا عودو نتنيوها على بعضياتها وكان عودو ندير الزبدة والفرماج يعني في هاد العجينة هادي ونزل عليها شوية ديال الفينو اللي معه الخميرة ديال الحلوة وكان نرولي وما نزيروش العجينة بزاف بزاف تكون شوية إلا زيارناها بزاف فهي ما كتجيش هكا مورقة وهنايا عودت معكم وحدا كيفاش نجمعوها ما تكونش هكا مزييرة بزاف كيف ما كتشوفوه صافي كنكمل هاد العجين ديالي كامل بهاد الشكل هاده نغطي عليه ندير شي حاجه هكا بزاف شوية ونرجع نطيبهم كيف ما كتشوفوه صافي درت المقلاة تسخن فوق البوطة بالنسبة للمقلاة تكون النار ماشي مجهدة بزاف تكون متوسطة ونخليو المقلاة حتى تسخن مزيان مزيان باش اغيك نحطوها ونقلبوها في البلاسة مثلا ننقوش نتسنو عليها حتى تتحمر ونحنا ننطيبوها ونقلبوها هاتجي وهاتجي يعني دابا وساعه نقلبوها ماشي كنخليها حتى تتحمر باش هي كتطيب وهي كتتورق ونقونا مهم دابا تشوفو معايا طريقة بالنسبة اللي بنات المبتدئات اللي عادتي تعلمو كي يطيبوه المليويات تشيع لشان نقول زي ما هاتج تفاصيل كاملين كندير واحد شوية تزيد في المقلاة وكان نهز عود واحدة اخرى انا كان طيب ووحدة كان طيبها ووحدة كان طلقها صفي مباشرة هنا يرا كانت المقلاة باقش شوية ما سخناتش فهذه اللولة هدي ولكن في الثانية أو في المباقرة غادي تسخن يعني هالطريقة هذي اللي شتوني كنديرها يعني كندور هذي الخبيزة اللي كالطيب يدي في هذي كتساعدها انها كتجي كتتحمر من جميع البلايس يعني كندورها تنحط يدي وكنندورها ما حدش يدي نيت فوق ذاك الخبيزة كتكون سخونة بزاف غي هكا ندير غيب صبيعاتي او المهم مني كتولفوا انكم تطيبوا الملاوي ومسمنوا ذاك الشي راكم تعودوا على ذاك الحرارة وبالنسبة للبنية الصغار اللي كيكون والله تتعلموا وديروا غيب صبيعات حيث غادي بدأوا تحرقوا صافي البناس وتنقوا ونظوروها على هذا الشكل هذا باش كتشدك التحمار في ذاك المليوية كاملة تجي محمرة ونقلبوها من الجهة الاخرى وهي كتتورق صراحة كيجيوا هاد الملاوي زوينين بزاف ومدق ديالهم رائع نرفقوهم هكا مع شوية ديال العسل ولا غير بوحديتهم بلا عسل بلا تجي حاجة كيجيوا زوينين المهم ما تكونش البوطان جاهدة بزاف باش ما يتحمروا وش طغيية طغيية قبل ما يتورقهم لداخل صافي هاد الشي اللي كين البنات وبنفس الطريقة كنمشي كنت نطيب واحد المليوية كينفقها في المقلة كالطيب ووحدة كنورقها كنجيب واحد المنيد الحدايا وكنبقنا المنيد الحكاية اللي نكونوا يعني يعني مولفين تنديرو هكا المليويات ويكون شي طويب هذا اللي يكون اللي يكون يصلح على المنيد يتصبن يخرج ماشي شي حاجة اللي غا تشدنا الزيت و تضيعه نكملوا بنفس الطريقة فا انا نسعنا بالزيت فاش نبغيو مطلقوها كاا المليويات تحضروا أزيت وفاش نبغيو نطيبوها نشتروا شوية الزيت ونخليوها شاكا شااية مازال يلا بغيتوتطيبوها بلا زيت و possa مشكلة فاش نبغيو نطيبوها ضروري نضيروا شوية ديال الزيت باش باش هكت تطلقوها بلا ما تقطعنا العجينة وبالنسبة لهد المليوية هادو فالصراحة ستقدروا تطيبوهم بلا زيت بلا شي شي حاجة غير هما ستورقوهم يعني منين ستخبزوهم ستخبزوهم في الفينو و ستديروهم هكا في منديل يعني في حالك نديرو الخبز حتى نورقوهم كاملين و نبدو نطيبو عادي يعني ماشي نبقى و نطيبو كل وحدة بوحدتها إذا بغنهم يعني نديروهم غيب الفينو صافي و هناك نضرب لهم هات الجنبات باش يتحلو بني كنكمل تنكمل ملاويات ديالي كاملين صراحة كيجوا مورقين كيجوا مقرملين من الفوق و كيجوا هشاشين من الداخل و المداق ديالهم كيجيزوين حيث مورقين بالزبدة و الفرماج و كيف ما كتشوفوا الصورة كتبين لكم كل شي نتمنى هاد الملاويين والإعجاب ديالكم و تجربوهم و تردو عليها في الكومنتر نتمنى لو وصلتوا حتى للقيطة هادي يعني راه الفيديو يعجبكم ما تنسونيش من البرتاج مع أحبابكم و الإصدقاء ديالكم برتاجوا القناة مع أحباب ديالكم و مع أصحابتكم اللي كي يهتموا بهذا النوع من هاد المحتوى و شكرا لكم بزاف ندوزوا هنا البنات بالنسبة لكيك ديال ناره و طاب و صار حاجة المقادر جوا يعني قد هاد المول يعني أول مرة راني جوا تلعباره و هادك و لكن هاد هي المشكلة ديال هاد المول هادا فالكيك ديالنا تحرق البنات اللي غاي قولوا لي يا انتي خليتي حتى تتحرق فأنا بقيت مقابلة هدا بوسعها كان مشي نقلب وتعطل فطيب بزاف تعطل يعني هاد هو السبب التحرق دياله أنا كان قلبه ولو ما كان لقاه باقي من الداخل جاري و لكن إنفوه نشف و خسين نخرجه لقيت وتحرق وصفي البنات انا راه سكسفت عليه حي تليشو الحرق وبالنسبة للبنات اللي غادي قولوا ليه واش غادي تجربه الطيبي فيه مرة أخرى غادي نقول لكم بالنسبة السيليكون اللي شريت من علي إكس بريس من ما صالحش نهائيا للطياب الصالح أنه دير فيش حاجة هكاية باردة في تلاجة واتشيلي كي ما غاديش نعاود نطيف فيه نتمنى الفيديو يكون عجبكم دومتم في رعاية الله إلى اللقاء